اشتركوا في القناة سابقا بموجب قرارات قضائية صادرة من النيابة العامة وسيستمر هذا التحفظ لحين الفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بتلك البنوك واكد محافظ مصرف البحرين المركزي على ان مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا بمكافحة غسل الاموال واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الثقة في النظام المصرفي البحريني اشتركوا في القناة